سؤال اليوم ايش رايكم ببطلة جي تي اي سيكس لوسيا وهل اعجبكم جي سين او لا وقفوا المقطع واكتبوا لنا رايكم في خانة التعليقات هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين اجعلكم بمقطع جديد ومقطع زي لها طبعا في مقطع اليوم رح نعرف اكثر عن بطلين جي تي اي سيكس لوسيا او لوشا وجي سين كيف ممكن تكون اشكالهم من هم مؤديين الشخصيات وكيف اصواتهم وش الدليل اللي يأكد انهم هم كالعادة لا تقصرون باللايك وربطوا الاحزمة وخلونا نخش سويا في المقطع كالعادة عشان لا تزعل علينا روكستار ما رح نستخدم اي فيديو او صور من الجيم بلاي المسرب ولا رح نعطي رابط يؤدي الى ذلك كل ما سنستخدمه ارت وارك وبعض التحليلات اولا خلونا نبدأ بلوسيا او لوشا باللاتينية وبمجرد النظر اساسا يا اخوان مباشرة رح تقدرون تلاحظون الملامح اللاتينية فيها مثل ما سرب لنا في شهر الماضي من جايسون شرير قال لنا انها لاتينية ولما شفنا التسريبات مباشرة لاحظنا الملامح اللاتينية فيها ومن التسريبات لوشيا ظهرت لنا بشكلين الاول كانت لابسة سويتر وردي والجنز الازرق ورافطة شعرها الشكل الثاني كانت لابسة فستان اسود وفاردة شعرها طبعا ما نعرف عنها الكثير ولا نعرف عن ماضيها لكن بما انها بطلة لسلسلة جي تي اي فمن المؤكد انها يعني قصة رح تكون مثيرة وشيقة وعاشت طفولة صعبة وصلتها الى ما هي عليها الان واساسا اساسا تقدر تلاحظ نظراتها في الجيم بلاي المسرب نظرات حادة وقوية وصارمة وبسبب هذا وصلت الى الحالة اللي فيها هي الان وإليكم ارت وورك مشابه لشكل ومظهر لوشية بطلة جي تي اي سي اكس بالمظهر الاول زي ما تشوفون وكذلك عندنا هذه الصورة لمظهريها الاول والثاني بالسويتر وبالفستان نعم هذه هي لوشية بطلة جي تي اي سي اكس وكيف تبدو مبدئيا روكستار ممكن تغير فيها شوية لذلك شكلها من الممكن انه ما يكون نهائي لكن الاهم انكم يعني عندكم خلفية بكيف تبدو بطلة جي تي اي سي اكس لوشا طبعا محبين سلسلة جي تي اي مجانين لما اقول لكم مجانين فانا اقصدها بنسبة 100% محبين السلسلة عثروا على مؤدية شخصية لوسية مع تقديم ادلة لذلك ومؤدية شخصية لوسية بطلة جي تي اي سي اكس هي اليكزاندر اي شي فاري وموقع اي ام دي بي الرسمي قام باعطاء كريدت لصفحتها بادائها لشخصية لوشا من لعبة اي جران ديفت اوتو سي اكس زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان ممكن بعضكم لاحظ انه موعد الاصدار للعبة في عشرين خمسة وعشرين لكن الموضوع وما فيه انه فقط بليس هودر وموعد اصدار توقعي فقط لاه رسمي ولاهم يحزنون موعد الاصدار الرسمي فقط تعرفوا روكستار كذلك موقع الاكتريس اكسيس سوى ابروذ للسي في حقها وزي ما تشوفون كاتبة انها عملت في جي تي اي سيكس كشخصية رئيسية محورية للعبة روكستارية غير معلنة عنها فنعم كل المؤشرات تشير الى انه اليكزاندرا هي مؤدية شخصية لوشا من جي تي اي سي اتوقع اني لخبرتكم شوي اقول لوشا وشوي اقول لوسيا لكن قاعد اقول اسمها باللاتينية واسمها بالانجليزية فحددوا لنا اي اسم تبقونه وصراحة يا اخوان مبدئيا كذا المؤدية تستاهل الدور وعندها بوتينشيل وطموح كبير جدا ولعبة ضخمة زي جي تي اي سيكس رح تساعدها كثير 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 في تكوين اسم لها وعشان تكون عندكم صورة عنها اليكزاندرا هي ممثلة ومؤدية اصوات ومغنية كذلك لها عدة اعمال في المجال لكن معظمها اعمال صغيرة وما تشتهر وهي من بورتريكا عايشة حاليا في نيويورك فحرفيا كل شي تناسب مع التسريبات ومع كل الاخبار الرسمية اللي عندنا هي لاتينية الاصل بورتريكية رح تؤدي شخصية لاتينية في جي تي اي سيكس كل شي يتناسب وكل شي يتشابك مع بعض ويمشي عليها بنسبة 100% لذلك نقدر نأكد لكم بنسبة 90% انها مؤدية شخصية لوسيا من جي تي اي سيكس وإليكم جزء من صوتها من اعمال سابقة لها واللي شاف الجيم بلاي المسرب راح يقدر يلاحظ مباشرة التشابه الكبير في الصوت اشتركوا في القرآن لا أستطيع أن أضع هذا بكثير زي ما ممكن بعضكم شاف وإليكم بعض الفان آرت لتقريب الصورة لكم لبطلنا جيسون من جيتي اي سيكس على العموم مؤدي شخصية جيسون يقال من المحبين أنه تم العثور عليه وهو إبراين زينبالا لكن شخصيا عندي تحفظات حياله وأتوقع أنه ليس المؤدي لعدة أسباب عجل تكونوا في الصورة إبراين ما هو مرة متفاعل على السوشال ميديا سابقا آخر بوست له كان قبل سنتين تقريبا لكن لما انتشر أنه مؤدي شخصية جيسون من جيتي اي سيكس صار متفاعل بشكل مجنون وكبير جدا وإليكم أول شيء في تويتر نشر هذه التغريدة وفيها صورة له بجانب لمبارغيني وكاتب أشتريها ولا فقط أخذها وأمشي وتعرفون لو أخذها ومشي زي ما يدعي فهو ارتكب جريمة السرقة وبالإنجليزي فالآدمي بعد الهايب اللي جاء صار يلمح بهذا الشكل وإنه هو بطل جيسون وإلى آخره نجلي الانستجرام في الانستجرام نشر هذه الصورة مع هذا التعليق طرق مكان ما نحن متجهين لا نحتاج إلى طرق مع هاشتاغ 80s هاشتاغ back to the future هاشتاغ cars هاشتاغ rare cars هاشتاغ ديلورين هاشتاغ ميامي هاشتاغ نيويورك سيتي هاشتاغ لوس أنجلس هاشتاغ vice city فالآدمي هذه يا أخوان أمر من أمرين يا أنه يتقطق أو أنه فعلا هو جيسون من جي تي اس ايكس وقاعد يلمح لنا بهذا الشكل بدون ما يلمح بشكل مباشر لكن شخصيا يا أخوان ما أتوقع أنه مؤدي شخصية جيسون لأنه لو كان كذلك مفروض حتى ما يلمح بهذا الشكل حرفيا ممنوع لأنه زي ما تعرفون بمجرد ما تعمل مع روكستار رح توقع عقود وإن ذي أيز تنص على أنك ما تلمح ولا تفصح عن المشروع اللي أنت شغل عليه لكن هذا الآدمي حرفيا ما سكر فمه وقاعد يلمح من هنا ويلمح من هنا حرفيا قاعد يهبد 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 وهذا أمر يعني ما هو طبيعي لآدمي موقع عقود توديك في سنتين داهية لو أنك أفصحت عن المشروع اللي أنت شغال عليه طيبة صالح ليش الفانز قالوا هذا هو جيسون إليكم الأسباب في حسابه على الانستا منزل هذه الصورة في 2017 وكانت تجمعه مع تيم نيف اللي شارك في آخر لعبتين روكستارية وهم ببدل الموشن كابتشار وتقدرون تلاحظون أن الموشن كابتشار ما له علاقة بردد ريدمشين تو أنه زي ما تشوفون تيم نيف ماسيك أر بي جي زي ما تلاحظون فالمحبين قالوا إيش هو العمل فكروا شوية 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 قالوا ما في إلا جي تاي سيك وقالوا هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني هو هذين البوستين على الإنستجرام والبوست الأول فيه يحتفل بمرور سبعة سنين على جي تاي في وتقدر تشوف تعليق نيد لوك على البوست وتعليق كان غير مفهوم يشير إلى أنه لنفعلها مجددا ومن هذا الكلام بوست آخر وهناك تعليق لفرانكلين فحوى التعليق أنه يفتقد لتلك الأيام زي ما تشوفون كل المؤشرات تشير إلى أنه هذا الآدمي عامل مع رودستار بشكل ما وتعليقات فرانكلين ونيد لوك تؤكد ذلك وتحديدا أنه عمل في جي تاي في طبعا رغم كل الأسباب اللي ذكرناها على أني لازلت أتوقع أنه ليس مؤدي شخصية جيسون خصوصا خصوصا اللي خلاني أتأكد هو التلميحات اللي قاعد يسويها ولك في أليكزاندرا مثال رغم كل الهجوم عليها في حسابات على مواقع التواصل اجتماعي جي تاي سيكس جي تاي سيكس أنت مؤديات لوسيا ألا أنها صامتة وأبدا ما لمحت ولا ردت زي ما كان يسوي خويا لأنها تعرف إش هي العقود اللي موقعتها مع روكستار وإش رح يصير لو إنها لمحت أو ردت على تعليق له علاقة بالمشروع اللي هي شغال عليه فالآدمي هذا أتوقع شخصيا أنه نعم كان يشتغل مع روكستار في موضوع الكم موشين كابتشر لبعض الشخصيات وفي الستانت جامز وغيرها لكني ومتأكد قطعا أنه ليس بطل جي تاي سيكس جيسون نقطة نهاية السطر وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه نشوفنا جميع المعلومات المتوفرة لدينا عن بطلين جي تاي سيكس جيسون ولوسيا ومن هما مؤدي شخصياتهم شاركونا وراكم في خانة التعليقات على جميع النقاط اللي تكلمنا عنها طب قصرنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة